بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم الصف الثالث الابتداء تعليم مستمر لفصل الدراسي الثالث مادة العلوم ووضوع الدرس تطبيقات إثرائية على ما سبق دراسته تقديم المعلمة سارة شلوي نريد أن نجهز الأدوات ونستعد للرحلة نتخيل نفسنا أننا في رحلة في كتاب مادة العلوم للصف الثالث للفصل الدراسي الثالث في هذه الرحلة أريد منكم تجهيز هذه الأدوات والمؤونة لهذه الرحلة المؤونة لرحلتنا كتاب العلوم ودفتر أو أوراق نستطيع الكتابة والتدوين عليها وأيضا أقلام هذه هي أدوات الرحلة بحضور الذهن والانتباه من خلال ما سنقدمه سوف بإذن الله نتناول بعض أو إجمال مواضيع الفصل الدراسي الثالث بإذن الله تعالى نبدأ في البداية في لدينا أول ما تناولناه في الفصل الدراسي الثالث الإسعافات الأولية الإسعافات الأولية ما الإسعافات الأولية ما الإسعافات الأولية هاي الثالث ما الإسعافات الأولية تناولنا تعريف الإسعافات الأولية في بداية دروسنا للفصل الدراسي الثالث ما الإسعافات الأولية وتناولنا الإسعافات الأولية لعدة حالات أريد منكم الآن التدوين هذا السؤال وتدوين الإجابة ما الإسعافات الأولية؟ سوف أعطيكم بعضا من الوقت لكتابة التعريف حتى نقارن الإجابة التي كتبتموها بالإجابة الموجودة لدي ما الإسعافات الأولية؟ ممتاز، رائع، الإسعافات الأولية هي تقديم الرعاية الصحية المناسبة وعندما أجري هذه الإسعافات يمكنني أن أتلافى الإصابات التي تحدث والمضاعفات التي تحدث من الإصابات إذن الإسعافات الأولية ندون الإسعافات الأولية هي تقديم الرعاية الصحية أو الطبية المناسبة التي تحافظ على حياة المصاب إلى أن يصل فريق الإسعاف الطبي الإسعافات الأولية هي تقديم الرعاية الطبية والرعاية الصحية المناسبة بخطوات من خلال هذه الخطوات والتعامل مع جميع الإصابات في تقديم هذه الرعاية حتى أن يصل الفريق الطبي المختص طيب ما هو الهدف من هذه الإسعافات؟ نفكر ما الهدف من هذه الإسعافات؟ لماذا أنا أتعلم هذه الإسعافات وأقوم بإجرائها للمصابين؟ أول شيء ذكرنا ممتاز للمحافظة على حياة المصاب أريد أن أحافظ على حياة المصاب فأجري له الإسعافات الأولية نتخيل أن هناك مصاب ينزف وأنا لا أعمل له شيئا ماذا سيحدث؟ لا قدر الله؟ نعم ممتاز سوف يفقد الحياة فإذا للمحافظة على حياة هذا المصاب أعمل له الإجراءات والإسعافات الأولية نتخيل أن هناك إصابة كحروق مثلا ولم أعمل شيئا للذي أمامي ماذا سيحدث؟ لا قدر الله سوف تكون الإصابة؟ ممتاز رائعين سوف تكون الإصابة قوية جدا ويحدث هناك مضاعفات للإصابة فعندما أعمل الإسعافات الأولية المناسبة يمكنني أن أقوم بتلافي هذه المضاعفات إذن الإسعافات الأولية كما ذكرنا هي تقديم الرعاية الطبية المناسبة التي تحافظ على حياة المصاب إلى أن يصل فريق الإسعاف الطبي طيب ما هو المسح موقع الحادث؟ ما هو مسح موقع الحادث؟ أنا لدي إصابة ولدي إصابة في هذا الموقع أعمل مسح لموقع الحادث؟ ما هو مسح موقع الحادث؟ من وجهة نظركم وأريد تدوينها حتى نقارن الإجابات مع بعض وكما نعلم التدوين أو عية الحفظ سوف أذكر الإجابة الصحيحة هنا لدي على الشاشة وأريد منكم تصحيحها وأريد منكم وضع مكافأة لأنفسكم إذا كانت الإجابة صحيحة لديكم ما هو المسح؟ مسح مكان الحادث عندما لا قدر الله تحصل بعض الحوادث أقوم بمسح مكان الحادث ما هو مسح موقع الحادث؟ أعطيكم بعضا من الوقت حتى تستطيعون التفكير وتدوين الإجابة نشاهد معا ما هو مسح موقع الحادث؟ ممتاز، رائع كأنني أسمعكم هو التأكد من دعم وجود ما قد يهدد سلامت من عدم وجود ما قد يهدد سلامتك وسلامة المصاب كسيارات مسرعة أو تيار كهرباء أو مياه عميقة هو التأكد من عدم وجود ما قد يهدد سلامتك وسلامة المصاب كسيارات مسرعة أو تيار كهرباء أو مياه عميقة الآن هذا هو المسح أقوم بمسح موقع الحادث أتأكد من عدم وجود ما يهدد حياتي بالخطر سوف أقوم بإنقاذ هذا المصاب لا قدر الله هذا المصاب لدي من سعق كهربائي أتأكد عدم وجود ماء لأن الماء يوصل الكهرباء ويحدث هناك سعق آخر للمنقذ لي أو للآخرين أتأكد أن الكهرباء مفصول في الموقع أيضا أتأكد أن المكان لا يوجد به سيارات تهدد حياتي وتهدد حياة المصاب إذا نتأكد من خلو المكان من جميع الأخطار كما ذكرنا سيارات مسرعة مياه عميقة أو كهرباء مؤذي لقدر الله إذن المسح هو مسح موقع الحادث هو عدم التأكد من عدم وجود ما قد يهدد سلامتك وسلامة المصاب كسيارات مسرعة أو تيار كهربائي أو مياه عميقة ندون التعريف حتى نستطيع الإجابة عليه وذكر الإجابة الصحيحة ونقارن الإجابات إجابتكم قبل ذكر الإجابة الصحيحة على السبورة وإجابتنا الحالية بعد ما عرفنا الإجابة الصحيحة أريد منكم التدوين ونريد أن نسترجع معا الإصابات التي تحدث والإسعافات الأولية لهذه الإصابات بشكل سريع نريد أن نستذكرها ونسترجعها بشكل سريع نشاهد معا هذا المقطع ترجمة نانسي قنقر في المساعدة أو في ذهول من الحدث لكن لن تكون في هذا الموقف بعد اليوم بإذن الله فقد تابعنا لنتعرف سويا على الخطوات العملية للإسعافات الأولية ماذا نقصد بالإسعافات الأولية؟ هي أول ما يقدم للمصاب أو المريض بمرض مفاجئ من عناية طبية أو مساعدة من وقت إصابته حتى نقله إلى المستشفى ولا يرتبط الاحتياج لمثل هذه الإسعافات بمكان ما وإنما نجد الحاجة إليه في الشارع أو مكان العمل أو المدرسة والجامعة بل حتى في المنزل إذن عند رؤيتك لحالة تحتاج إلى إسعاف أو مساعدة عليك أن تتصل فورا بالهلال الأحمر 997 وتخبرهم بالموقع ومكان الإصابة وتجيب على أسئلتهم بدقة قد تحتاج في بعض الحالات لأدوات مساعدة في إسعاف المريض مثل القطن الطبي الشاش المعقم لعمل ضمادات لاسق طبي للجروح رباط ضاغط ملقط ومقص مطهر للجروح قطرة عين محلول نشادر عطري لاستنشاقه في حالة الإغماة ترمومتر لقياس درجة الحرارة مرهم للحروق قفازات طبية مسكنات للألم كل هذه مجتمعة ستجدها في حقيبة الإسعافات الأولية دعونا نتعرف على كيفية التعامل مع تلك الأدوات يجب أخذ الحيطة والحذر عند استخدام الأدوات الحادة مثل المقص والملقط أو الإبر على المحو التالي عدم الاكثار في استخدامها بقدر الإمكان حفظها في حاويات بلاستيكية أو صلبة حتى لا يتعرض أي شخص عند حملها للضرر التخلص منها أو تعقيمها بعد استخدامها على الفور غسل اليدين جيداً بعد استخدام هذه الأدوات لكن انتبه تأكد من تاريخ صلاحية المواد من فترة لأخرى وقم باستبدال كل مادة انتهى تاريخ صلاحيتها على المسعب أن يتصرف بهدوء ويحاول أن يهدئ من روع مريض ويزيل الطرابة كما عليه أن يتصرف في حدود معلوماته كما ننبه على عدم تزاحم الناس حول المصاب ليسمح له بالتنفس ومحاولة إيقاف النزيف أو عمل جبيرة أو تنفس صناعي وتدليك القلب حسب الحالة الإدارة العام للأمن والسلامة المدرسية أخذنا نظرة سريعة عن الإسعافات الأولية وبعض الخطوات التي نجريها وأؤكد عليكم هنا في أهم خطوة أن أكون هادئ ألتزم بالهدوء أطمئن المصاب وأعمل مسح لموقع الحادث هذه أهم النقاط التي نجريها في جميع الإسعافات الأولية والاتصال أيضا بالفريق الطبي الفريق الطبي قد يوجهني لعمل الصحيح وأقوم بإسعاف المصاب وأذكر الإصابة إذا كانت الإصابة خفيفة وأقوم بعمل اللازم وأيضا يستطيع الفريق الطبي أن يتوجه لي فورا من خلال تواجدهم في كل مكان حتى يحافظون على حياة المصاب وأيضا تلافي المضاعفات التي تحدث إذن تعرفنا هنا على هذه الإسعافات أريد منكم ذكر الحالات المرضية الطارئة تعرفنا على حالات مرضية طارئة نذكر هذه الحالات ثلاث حالات مرضية طارئة هذه الحالات المرضية الطارئة تعرفنا عليها أريد منكم ذكر هذه الحالات أريد منكم التدوين وأيضا بعد ما ندون نقارن إجابتنا بالإجابة الموجودة لدي وأصحح الإجابة حتى أقوم بتثبيت المعلومة أيضا عندما أدون الإجابة الصحيحة التدوين أوعية الحفظ يعني يكون حفظي ثابت بإذن الله أريد منكم التفكير وأخذ بعضا من الوقت للتعرف على حالات الإصابة ما هي حالات الإصابة الحالات الطارئة حالات المرضية الطارئة لدي حالات يصاب فيها المريض لدي ثلاث حالات الحالات المرضية الطارئة هذه الإصابة الطارئة جدا أريد منكم التفكير بعض الوقت ما هي الحالات المرضية الطارئة هذه الثالث أريد أن أسمع منكم أول حالة ما هي الحالات المرضية الطارئة ممتاز رائع لدي الربو ممتاز رائع أيضا رائعين ممتاز لدي انخفاض مستوى السكر والحالة الثالثة والأخيرة نعم صحيح يوجد لدي حالة مرضية وهي ضربة الشمس من الحالات الطارئة المرضية إذن لدي حالات مرضية طارئة أو دونية ثالث ضربة الشمس الربو أزمة الربو فقدان الوعي لدى مرضى السكري من خفاض السكر وحالات التي تصيب مرضى السكري إذن الحالات المرضية الطارئة لدي ودون ضربة الشمس الربو فقدان الوعي لدى مرضى السكري أريد أن أعرف ما هي ضربة الشمس يا ثالث ما هي ضربة الشمس وماذا يحدث من ضربة الشمس أريد منكم التفكير يعطيكم بعضا من الوقت ما هي ضربة الشمس ما هي ضربة الشمس رائع ممتازين تحدث نتيجة التعرض لفترة طويلة لحرارة الشمس الشديدة أثناء الأوقات التي ترتفع فيها درجات حرارة الجو ودرجة الرطوبة وتنخفض سرعة الرياح هذه من الحالات الطارئة لدي تحدث نتيجة التعرض لفترة طويلة لحرارة الشمس الشديدة أثناء الأوقات التي ترتفع فيها درجات حرارة الجو ودرجة الرطوبة تكون مرتفعة أيضا وتنخفض سرعة الرياح أريد منكم تدوين هذه لدي الأسئلة ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية أريد منكم يا ثالث التدوين وبعد ذلك نقوم بالإجابة معا ندون أول عبارة لدي ودون أول عبارة لدي ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارة الآتية أول عبارة الهدف الأول والأهم للإسعافات الأولية هو إنقاذ حياة المصاب والحفاظ عليها قدر الإمكان هايا ثالث صح أم خطأ هايا ثالث لدي العبارة صحيحة أم خاطئة نعم أسمعكم ممتاز رائعين العبارة لدي صحيحة صح ممتاز ثاني عبارة إعطاء المصاب بضربة شمس سوائل للشرب هايا ثالث هذه العبارة صحيحة أم خاطئة ضربة الشمس صحيحة أم خاطئة هاتف هاتف هيئة الهلال الأحمر السعودي تسعة تسعة سبعة أدون هذه العبارات هذه العبارة صحيحة أم خاطئة إيوية ثالث ممتاز رائعين رائعين جداً هذه العبارة صحيحة ممتاز نأتي إلى العبارة التالية الاختناق هو احتباس النفس وعدم حدوث عمليتي الشهيق والزفير مما يهدد حياة الإنسان بالخطر الاختناق هو احتباس النفس وعدم حدوث عمليتي الشهيق والزفير مما يهدد حياة الإنسان بالخطر هل هذه العبارة هل هذه صحيحة أم خاطئة؟ ما هي العبارة؟ ما هي الإشارة المناسبة؟ صح أم خطأ؟ ممتاز رائعين صح الاختناق هو احتباس النفس وعدم حدوث عمليتي الشهيق والزفير مما يهدد حياة الإنسان بالخطر عبارة صحيحة ممتاز رائعين هذه العبارة من أسباب الغصة عدم الحديث أثناء الأكل ها نركز من أسباب الغصة عدم الحديث أثناء الأكل هذه العبارة صحيحة أضع علامة صح أم أضع علامة خطأ من أسباب الغصة عدم الحديث أثناء الأكل نتذكر الأسباب التي تؤدي إلى الغصة وما هي حتى أستطيع الإجابة هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أضعكم بعض الوقت ممتاز رائعين خاطئة عبارة خاطئة من أسباب الغصة عدم الحديث أثناء الأكل عبارة خاطئة بل الحديث أثناء الأكل يسبب الغصة ممتاز الجرح هو تمزق في أنسجة الجلد هل هي صحيحة أم خاطئة؟ الجرح هو تمزق في أنسجة الجلد ممتاز عبارة صحيحة رائع يا ثالث تعرفنا على العبارات الصحيحة والخاطئة؟ نأتي الآن إلى مواصفات لدي حقيبة الإسعافات الأولية نريد أن نتعرف على المواصفات ما هي مواصفات حقيبة الإسعافات الأولية؟ ممتاز تكفي لجميع الأدوات وتحمي من الرطوبة تحفظ في مكان آمن وجاف يسهل الوصول إليه أيضا نتأكد من محتويات الحقيبة بعد كل استخدام أو مرة كل 12 شهرا تعلم على كيفية استخدام المواد القبل الحاجة إليها نحتاج إلى تدريب لدي هنا عبارات ألف وعبارات با أريد منكم يا ثالث أن أصل العبارات الموجودة في ألف العمود ألف أصلها بما يناسبها في العمود با العمود ألف الأعراض والعمود با لديه الإصابة أول شيء كحة وسعال متكرر جفاف البشرة وحمرارها غثيان وقي هذه الأعراض الإصابة ربو تسمم ضربة شمس أريد منكم الكتابة نأخذ أول عبارة لديه في ألف كحة وسعال متكرر هل هو الربو أو التسمم أو ضربة الشمس هذه الثالث أصلها بما يناسبها ممتاز رائع كحة وسعال متكرر الربو العبارة الثانية جفاف البشرة وحمرارها هل هو من التسمم أو ضربة الشمس ممتاز رائع ضربة الشمس بالتأكيد إذن بقي لدي غثيان وقي وهي من أعراض الإصابة ممتاز بالتسمم ممتاز رائع ما الإسعافات الأولية لشخص أصيب بكسر تعرفنا في دروسنا على إسعافات أولية لشخص أصيب بكسر أريد منكم تدوينها حتى نستطيع معا مراجعة المعلومات هيا ثالث ما الإسعافات الأولية لشخص أصيب بكسر هيا ثالث ممتاز رائعين أول شيء إيقاف النزيف خصوصا إذا صاحب الكسر تهتك بالجلد وذلك بالضغط على الجرح باستخدام ضمادة معقمة أو قطعة قماش نظيفة هذا أول شيء ثانيا هيا ثالث معي نصحح الإجابة يجب عدم تحريك المنطقة المصابة لأن تحريكها يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات بالغة خصوصا إذا كان الكسر في الرقبة أو العمود الفقري تثبيت الطرف المصاب بوضع جبيرة مؤقتة يمكن استخدام بعض مواد المنزل كجبائر لتثبيت الكسور هذه الإسعافات الأولية لشخص أصيب بكسر نطلب الخدمات الإسعافية بالاتصال على الهلال الأحمر السعودي على الرقم أريد أن أسمع منكم ما هو الرقم تسعة تسعة سبعة ممتاز رائع انتهينا من الإسعافات الأولية لحالة الإصابة بالكسور أريد منكم تدوين الإسعافات الأولية لحالة الإصابة بحروق ثم بعد ذلك ننتقل إلى الشاشة حتى نشاهد الإجابة وهنا مقتطفات من لدي الإسعافات الأولية للإصابة بالحروق أولا حروق الدرجة الأولى حروق الدرجة الأولى تكون سطحية وإحمرار وتورم وألم شديد في المنطقة المصابة حروق الدرجة الثانية تمدد في طبقة الجلد تورم إفراج سوائل ألم شديد نتيجة تلف الأوعية حروق الدرجة الثالثة تمدد لكل طبقات الجلد وصول العضلات عدم وجود ألم بسبب تلف الأعصاب يصبح لون الجلد رمادية الإسعافات الأولية التي نقدمها الحروق الدرجة الأولى والثانية أغمر الحرق بالماء البارد من 10 إلى 15 دقيقة ثم أنزع بلطف أي خواتم أو ملابس ثم أنقله للمستشفى حروق الدرجة الثالثة يغطى الحرق بضم مادة جافة ونظيفة ثم ينقل المصاب للمستشفى فورا نذكر طريقة الإسعافات الأولية للجروح أذكر طريقة الإسعافات الأولية للجروح ممتاز أول شيء تنظيف الجرح من الأوساخ ومحاولة إخراج الأجسام الغريبة منه ثانيا نريد أن ندون نعم يثالث ممتاز في الجروح النازفة تطبيق الضغط المباشر بوضع الشاش والقماش النظيف فوق الجرح والضغط باليد ممتاز يرفع الطرف المصاب إذا كان الجرح في أحد الأطراف وذلك لإنقاص تدفق الدم وبالتالي إنقاص سرعة النزيف بعد التأكد من عدم وجود كسر وقد تكون الجروح خطيرة إذا أصيبته إذا أصابت عاءا دمويا أو عضلة محركة وهناك يجب نقله المستشفى والاتصال بهيئة الهلال الأحمر على الرقم رائع تسعة تسعة سبعة نأتي إلى الحالات التي تعرفنا عليها وهي الغرق يا ثالث ما الغرق؟ رائعين ممتاز هذا الغرق يحدث بسبب دخول الماء داخل الممرات الهوائية والرئتين مما يمنع دخول الهواء وبالتالي إنعدام الأكسجين نريد أن نتعرف على الإسعافات الأولية للغرق من خلال هذا المقطع نتابع وندون معا اشتركوا في القناة خطوات الإنقاذ للأطفال وضع الغريق على أرض مستوية منادات الغريق وهز كتفيه للتأكد من استجابته يتم التحقق من التنفس عن طريق مراقبة ارتفاع وانخفاض الصدر أطلب من أحد الأشخاص المتواجدين الاتصال بالإسعاف تسعة تسعة سبعة وفي حال عدم تواجد شخص آخر قم بالاتصال على الإسعاف وضع الهاتف على مكبر الصوت إذا كان الغريق يتنفس ضعه في وضعية الإفاقة وانتظار سيارة الإسعاف يجب الحرص على إبقاء مجرى الهواء مفتوحة إذا لم يكن يتنفس قم برفع رأس الغريق عن طريق وضع يد على جبينه ويد أسفل ذقنه ورفعه بحذر وذلك لفتح مجرى التنفس تحسس أعلى الفخذ أو تحسس مكان الحنجرة تفاحة آدم في الرقبة باستخدام إصبعين أو ثلاثة والنزول إلى التجويف بجانبها والتأكد من وجود نبض لمدة لا تزيد عن عشر ثواني عند وجود النبض البدء بإجراء التنفس الصناعي عن طريق إغلاق فتحة الأنف بإحكام النفخ في فم الغريق مرة كل ثلاث إلى خمس ثواني مع مراقبة ارتفاع الصدر بعد النفخ والانتظار حتى يهدر التحقق من النبض كل دقيقتين عند عدم وجود نبض وعدم وجود التنفس يجب البدء بعملية الإنعاش القلبي الرئوي وتكون ضع كعب رسغ اليد في منتصف صدر الغريق بالجهة السفلية من عظمة القص الحرص على أن تكون ذراع منقذ مستقيمة ويكون كتفه مواجه لصدر المريض والضغط على الصدر بشكل مستقيم القيام بعملية الإنعاش القلبي الرئوي وهي عبارة عن ثلاثين ضغطة على الصدر وإدراء التنفس الصناعي بالنفخ مرته ويكون الضغط بعمق خمسة سنتيمتر مع مراعاة إعطاء النفس مرتين بعد كل ثلاثين ضغطة مع مراعاة ارتفاع الصدر بحيث يكون عدد الضغطات بمعدل 100 إلى 120 ضغطة بالدقيقة مع السماح للصدر بالرجوع إلى وضعه الطبيعي بعد كل ضغطة الاستمرار بالضغط وتجاهل أي مشتتات خارجية فحص النبض كل دقيقتين تكرار القيام بالإنعاش القلبي الرئوي مرة أخرى إلى أن يستيقظ الغريق أو وصول سيارة الإسعاد إلى هنا يا ثالث لا يسعنا إلا أن نقول تم وبحمد الله الانتهاء من مادة العلوم للفصل الدراسي الثالث وللعام جميعه وبنهاية هذا الدرس نستودعكم الله والله يحفظكم وأتمنى جميع ما قدمت أن يكون مفيد وصالح للجميع استودعناكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته